تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1438 مع إخواني أصحاب الجلالة وسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة دعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دول وشعوب مجلس التعاون الشقيقة بوافر الخير واليمن والبركات فقد تبدل جلالة الملك المفدة برقيات تهنئة مع كل من إخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة كما تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية ضمنها جلالته خالص تهنيه وأطيب تمنياته لهم بهذه المناسبة الجليلة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بدوام الصحة والسعادة وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والمنعة والسعود